بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع والثلاثين لتعلم لغة HTML أنشاءنا النموذج في الدرس الماضي اليوم سنضع حقول الإدخال حقول الإدخال يعني كيف أنك تدخل اسماك هو المكان المخصص لإدخال البيانات حق للإدخال هو عن طريق self-close اللي هو الـ input ممتاز مفردة ما لها تقفيلها طيب داخل الـ input يهمنا type النوع رأي يكون text يعني من نوع نص الـ name اللي هو الاسم خلينا نقول my name مثلا حلو هذه أهم شغلتين خلينا نسوى معاينة إذن وهذا هو حق للإدخال ممتاز تقدر تضيف قبل وبيانات قبل التاق حقه مثلا مثلا تكتب زي كذا name حلو رح يصير بالشكل هذا ممتاز حلو طيب تقدر تضيف برضه اللي هو الـ value value الـ value طبعا هي تفيدك في البرمجة هو النص اللي انت بتدخله ولكن بحط افتراضي مثلا مثلا enter name مثلا بيصير كالتالي تلاحظ enter name تقدر تحذفها وتكتب الشيء اللي انت تبغاه لا اذا افتراضي يوجد فيها نص طيب ما تبغى الـ value نقدر نحذفها ونضيف placeholder يعني يمسك المكان وتسميه مثلا name بتلاحظ بتلاحظ انه يوجد name بشكل بشكل توضيحي بس يعني مو مكتوبة هي فعليا حتى لو تلاحظ ما تقدر انك يعني تحددها مثلا لا لكن مجرد ما تكتب راح تختفي مجرد ما تمسح راح تظهر مرة ثانية تستخدم للتوضيح طيب خلينا نلغيها ونختار مثلا اللي هو size size خلينا نقول 30 30 شوف شوف اللي هو العرف أو السمك حق المربع الادخال خلينا نحدث إذا 30 صار أكبر 40 50 وهكذا ممتاز عندنا برضو max length ماكس length اللي هو كحد أقصى أبغاه يدخلي 9 9 يعني 9 أحرف أو أرقام فقط مثال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شوف ما عدا يقدر أكتب أكثر من كده حلو طيب عندنا نقدر نستبدل التكست هنا ب password يعني مثال خلينا نقول password هنا راح يكون ما راح يكتب لك نصوص راح يكتب لك أرقام أرقام يعني عفوا مو أرقام راح يضيف لك اللي هو الشكل المخفي تبع الباسورد فتصير الكتابة زي كده خاصة بال password هذا ما يخص حقول الإدخال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم